سارة من عجمان تقول أنا أحيانا أتكلم مع ابنت خالي و لما نأتي لأغلاق المكالمة يعني نعمل زي حلقة الذكر و نأتي بكفارة المجلس أختي سارة بارك الله فيك و تشكرين على هذه الرغبة في الخير و على اتباع السنة لكن هذا ليس من السنة أن الإنسان إذا تحدث مع شخص مثلا مثلا الحديث الهاتف أنه يأتي بكفارة المجلس كفارة المجلس التي ورد فيه الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح المجلس الذي يجلس فيه الناس مثل مجالسنا العادية المنتديات التي يجلس فيها الناس و يتحدثون و يكثر فيه اللغط يعني القيل و القال و قد يحصل فيه غيبة يحصل فيه شيء نبي عليه الصلاة و السلام قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل قبل أن يقوم سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك هذا متى في المجالس أما في التواصل سواء المباشر يلتقي شخص مع شخص آخر أو عبر الهاتف مثلا أو عبر البرامج الآن المرئية الذي يظهر بأن هذا لا يعني يحتاج إلى كفارة مجلس مدام أنه لقاء عابر لقاء عابر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه و و سلم أنه إذا التقى بشخص و حادثه و تحدث معه قبل أن ينصرف كان يقول يأتي بكفارة المجلس و لم يثبت عن الصحابة الكرام الذين هم أدرى بهدي النبي و بسنة النبي عليه الصلاة و السلام و بمقصود النبي عليه الصلاة و سلم كان يفعلون هذا و إنما كانوا يفعلون يأتون بكفارة المجلس و يأتون أيضا كانوا يقرؤون سورة و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصلوا بالحق و تواصلوا بالصبر هذا متى ما إن اجتمعوا ثم أرادوا أن ينفضوا و أن يصرفوا يأتوا بهذا أما قضية أنك تتكلمين مع بنت خالك و بنت عمك و بنت خالتك و صديقتك قبل أن تغلقي تقولين مثلا نأتي بكفارة المجلس لا لكن إن حصل شيء من اللغط شيء من الغيبة ممكن يعني أن تقول يا استغفر الله و أتوب إليه مثلا سبحانك اللهم إذا حصل أما مجرد الاتصال العابر المكالمة العادية هذه ما تأتي بي مثل هذه الأشياء